يعني في يوم من أيام الخير والسماء ملبدة بالغيوم والأمطار تهطل بغزارة تأخر وصول خالد عامر وفاروق عصام للستوديو بس بنرحب بيوم طبعا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا بكم نوارين الدنيا نفسه نبدأ معكم بدري شوية عندنا حيات كتير جدا عندنا سوبر مصري وعندنا أهلي وزمالك وعندنا كلاسيكو وعندنا حيات كتير قوي بس أهلا وسهلا وحمد الله على السلام طبعاً بنعتذر عن التأخير الأجواء برّة يعني الدنيا زحفة شوية مبسوطين طبعاً أننا موجودين والحمدنا نحن حياتكو جداً والحمد الله أننا نحن الحياتكو الحمد لله على السلامة نبدأ بالسوبر المصري يعني ندخل في الموضوع على طول قليني أسمع رأيكم طبعاً ظهرت بداية مقدمات الأهلي والزمالك شاركو في الأدوار التمهديدة الزمالك لعب يمكن دول 64 زيادة على الأهلي لكن زهروا في الأدوار التمهيدية لبطولة الدوري أبطال أفريقيا ثم جولتين في بطولة الدوري العام إرايتكم للفرقتين وشكل فرصهم في المنافسة على لقب السوبر مصري مطشي مجمع إن شاء الله دائما على خالف خليني أقول أن الأرقام بتوضح حاجات كتير الأرقام مش إنديكيشنز مطلقة لتفقين بص أي إراية لمطشي أهلي وزمالك صعبة جدا حد يقدر يحسم الموضوع بالذات الأهلي والزمالك بس في مؤشرات في أرقام بتوحي بمؤشرات الأرقام بتقول إيه الأرقام بتقول إنه الزمالك عنده أفضلية هجومية لإيه لإنه بيوصل عدد مرات أقل للجول ولكن الأكسس جي بتاعه أعلى بكتير 抱تني على الفعالية الهجومية الآهلي بيوصل كتير جدا ولكن الأكسس جي بتاعه وإنه طبعا عارفين إنه المباراتين اللي خدوا مندي الأهلي في بطولة الدوري المصري خلصوا الـ 2-1-0 وإذا مالك الاتنين خلصوا 2-0 غير المباراتين بتقعد دوري المصري فيه مبارات دوري أبطال إفريقيا اللي كنت لسا بتتكلم عليها باستثناء مبارات المنستيري التحاد المنستيري في القاهرة اللي خلصت بتلاتة تلت تربع أهداف الأهلي أو أساسا كده خلينا نبدأ من الأول تلت تربع أهداف الأهلي من كرات ثابتة وده بيدل على قوة الأهلي في الكرات الثابتة سواء من ركلات ترجيح زي ما كان في المبارات اللي فاتت أمام أسوان قدام الاتحاد المنستيري الأهلي بيوصل كتير بيدخل عدد أهداف قليل ولكن اللي بيتميز به الأهلي هو القوة الدفاعية الأهلي مش صلابة دفاعية ولكن الأهلي ما بيوصلش داخل منطقة جزاؤه فرص كتير ده نابع من إيه؟ ده نابع من الأهلي خطه وسطه بيستحوذ على الكرة أكتر وبيبدأ يضغط ويستخلص الكرة من أماكن فقده للكرة بمعنى أننا خسرت الكرة بالزبط مناطق الخطورة عنه بالزبط كده فأنا بفقد الكرة في نص ملعب المنافس أنا بضغط عليه في نص ملعب المنافس عشان ألحق أخذ الكرة العكس صحيح العكس في الزمالك أنه الزمالك بيستقبل هجمات خطيرة جدا كتير في منطقة جزاؤه ولكن طلع باتنين كلين شيت وده بيضل على صلابة دفاعية ولكن في مبارات القمة طبعا الأعصاب بتبقى مختلفة شوية عما بالزعب الفرق التانية فالضغط ممكن يولد هدف أو ممكن يولد خطورة على مرمى محمد عواد بيستقبل هجمات خطيرة كتير ولكن في نفس الوقت هو بيروح على الجون مرة أو مرتين بيجيبهم الجون حقرر معكم الخطوط التلاتة بس عايزة أسأل فاروق على القيادة الفنية فريرا الأهلي بالنسبة له مش المواجهة رقم واحد بالعكس واجه الأهلي كتير جدا وواجه الأهلي قبل كده في الإمارات وأعتقد فاز مع الزمالك بالسوبر في الإمارات قبل كده ولعب مع الأهلي كتير في مواجهات أخرها الموسم الأخير ده تلات مواجهات مع تلات مديرين فنين مختلفين بداية من الخمسة بتوعبيتسو موسيماني ثم بعد كده مع كابتن سامي أمصان ثم مواجهة تانية مع ريكاردو سوارش هل وجود كولر في قيادة النادي الأهلي بالنسبة للجهزين بالنسبة للمسر فريرا هل أهلي كولر مختلف عن الأهلي الواجهة فريرا وإزاي أيضا يتعامل مع مارسل كولر في أول لقاء قمة وخصوصا على لقب وبطولة وهي بطولة السوبر المصر خلينا نتكلم من مدارب كبير زي مارسل كولر خاد دربيات كتير في أوروبا وطبعا الدربيات في أوروبا مش هتختلف كتير عن دربي الأهلي والزمالك لو رجعنا للإراءة الفنية للمباراتين كل فرقة في الدوري سواء الأهلي ضد الإسماعيلي وأسوان أو الزمالك ضد سموحة وسيراميكا فإحنا ممكن نتقع السيناريو التكتيكي اللي يحصل في المباراة وهو استحوايز كامل للنادي الأهلي من البداية وتراجع دفاع لنادي الزمالك لأن طريقة فريرة معروفة في التقفيل الدفاع شوفناها ضد فرق أقل فنيا وأقل من حيث السكواد ومن حيث القدرات بيسيب الكرة للفرقة الثانية هو متعمد ده لأنه عنده أفكار بيطبقها في فور قطع الكرة من الخصم لأنه بيحتاج دايما الخصم يفتح خطوطه ويتقدم للأمام وجود عنصرين مهمين جدا في الزمالك وهو زيزو وإمام عشور على طول أول ما الكرة بتتقطع بتلاقي إمام عشور بيتحرك في المساحات مع عزيزو وهو بيستغلها بالكور العالية على سيف الدين الجزيري فالاستحوازها يبقى للنادي الأهلي من البداية أهم حاجة في مباراة السوبر بالنسبة للنادي الأهلي هو عدم طلاقي هو عمل دمع يمكن أبرز نموذج وانت بتكلمني دلوقتي شفت دمع سموحه وشفت دمع سيراميك لكن أكتر نموذج حسيته وانت بتكلمت مطش الهلال في السوبر المصري السعودي هو بيعتمد على حاجة مهمة جدا تسجيل الهدف والحفاظ عليه انت لو وديته فرصة ان هو يسجل هدف أو نادي الزمالك سجل هدف في البداية هيبقى صعب جدا تأويده لأن نادي الزمالك مع فريرة هو حافظ اللعيبة حافظ أدوارها الدفاعية بشكل مثالي صعب جدا تلاقي أخطاء صعب جدا تلاقي مساحات بس أنا شفت أخطاء كتير جدا في مطش سموحه بس ما بتقدش لهدف يعني أخطاء أخطاء عادية لكن في مناطق الخطورة بتبقى صعب جدا تلاقي أخطاء آه ممكن يبقى وارد ان فيه أخطاء طبعا لكن مش حاجة تستنيها في المطش فصعب جدا ان انت تدي الزمالك هدف مبكر وخصوصا ان الزمالك دايما عنده خطورة في الكرات السبت فلازم يبقى فيه استقرار من بداية المباراة وضغط كامل وأهم حاجة ما تظهرش الأخطاء اللي ظهرت في المطش أسوان في التمرير الخاطئ كان فيه تمرير خاطئ كتير جدا خصوصا في الشوت الأول في مباراة أسوان وده لو ظهر ضد الزمالك ممكن يبقى فيه ملامح خطورة ملامح خطورة للزمالك فأهم حاجة ان مارسل كورر من البداية يبقى عامل حسابه ان الكرة ستبقى فرجله ما يندفعشه هجوميا بشكل مبالغ فيه ودايما يحايد اتنين لعيبة اعتقد لو تحايده مش هيبقى فيه خطورة كبيرة لنادي الزمالك وهم زيزه خالد بتشوف ابرز نقاط الضعف يعني انت بتكلم مع الجهاز الفني النادي الاهلي النهاردة وانت قاري او مذاكر فرقة الزمالك ابرز نقاط الضعف او بلاش نقاط الضعف خليل الصغارات اللي ممكن تشتغل عليها عشان تقدر تختارق وتوصل وخصوصا اتوقع انه زي ما كان فاروق بيكلم انه الزمالك دايما بيعتمد بشكل كبير جدا على انه يؤمن يلعب زون وينقل هجمة سريعة وكاونتر اتاك يحاول يخلص بيها المباراة والزمالك من الفرق اللي ما بتسجل الاول بتبقى فرق بايخة يعني بيبقى مطش بايخ بالتالي الحسابات تتلقبط معه جدا لو الاهلي سجل الاول هيتطر هنا يتخلى عن السلوح اللي الفرقة متعودة عليه ويبتدي يطلع من منطقته واعتقد ده هيزود حجم المشاكل اهم الثغرات من وجهة نظرك اللي موجودة في فرقة الزمالك وفي طريقة فريرف طريقة فريرف المجمل مفاش ثغرات واضحة ولكن المطش ده هيبقى فيه ثغرتين اللي هما ايه رقم واحد حمزة المثلوسي حمزة طالع الكيرف بتاعه طالع دلوقتي بشكل مميز جدا كعارفين فريرف يلعب ثلاثة وراء منهم حمزة عشان خاطر حمزة يبقى باك يمين في الحالة الهجومية ويرجع قلب تفاع ثالث وعمر جابر بيرجع يبقى باك يمين او سيد نمار المسم اللي فاته المطش ده سيد نمار ولا عمر جابر عمر خبراته تسمح له ان هو يبدأ مطش كبير زي مطش القمة مطش السوبر فلا متهيأ لعمر جابر خاصة ان هو اللي بدأ من بداية الموسم يعني من بعد ما نضم للزمالك من بعد ما عاد للزمالك برضو لازم نأكد حمزة بيسيب وراء مساحة في الفرق ما بينه وما بين السنتر باك السويبر بيسيب وراء مساحة لو احسن الوينجليفت والبلايميكر اللي عند الاهلي استغلالها هيشكل خطورة كبيرة جدا على مرمى محمد الشناوي محمد عوات على مرمى محمد عوات أنا آسف مع الوضع في الاعتبار انه الثغرة التانية اللي بتكلم عليها هو عدم وجود الوينج الثغرة دي كانت دايما ما بتبنش قوي في المطشات بسبب وجود الوينج الوينج عنده القدر ان هو يكفر بسرعة وراء حمزة المثلوثي او حتى وراء الظاهير التاني ايما كان محمد عبدالغاني ماتيب بالضبط المطش اللي فات كان مصفة الزناري عنده القدرة على ان هو يكفر وراء طبعا الوينج مرعبش عشان خاطر كان مصاب لما الزناري لعب او مبارالي الفكرة فيها انه المساحة اللي بيسيبها هو راء حمزة المثلوثي في عدم وجود الوينج قد تكون المفتاح اللي ممكن الاهل يختارق به لعمق منطقة الجزائلة انه انا بأكد على كلام فاروق انه كل لاعب في خطة فعل الزمالك تحديدا عارف دوره وعارف بيتحرك من فين لفين مسخد بالك التلاتة ملعبوش جمع بعض كتير برضا خالد يعني زناري مع عبدالغاني مع مسلوثي في الرصة دي خطة فعل ممكن يبقى ماتيب مش الزناري ما اعتقدش انه في رائعه ممكن يخطر بالزناري في اول مبارا او مباراة قمة يعني فخاصنا دي هتبقى تاني مباراة ليهو ملعبش اول ماتشف اللي في الدوري ملعبش الادوار بتاعت الدوري ابتال افريقيا فهو ممكن يدفع به او يغامر به في مباراة انا هجي لكم للتشكيل يعني هجي لقرايتك للتشكيل الامسة لأهلي وزمالك بس يهمني على زي ما قريت كده مع خالد فكرة الرصة الدفاعية او الصغارات اللي ممكن الاهل يستغل لها لازم اسألك فاروق من الامس وخصوصا طبعا مع عودة بيرسيتاو مع وجود برونو سافيو في اول لقاء قمة شادي حسين يعني احنا نتكلم على خط هجوم في لعيبة يا اما عائدة من اصابة يا اما جاية صفقات جديدة مع وجود طبعا شريف وحسام حسن وطاهر واحسين الشحات شايف التركيبة الهجومية الامسل للتعامل مع طريقة لعب الزمالك ومع خطة فعلا هو قبل فاروق ما يرد ممكن فاروق يرد على الحطة بتاعت الهجوم بتاع الاهلي وبعدين نتكلم على حاجة تانية في خط النص ونسأل فاروق برضو مني الامثل اللي اتعامل معه تمام انا في المتشاط الكبيرة دايما بفضل ان انت تفرد اسلوبك ما تغيرش عشان الخصم انت تفرد اسلوبك واعتقد ان مارس الكولر ممكن يفرد اسلوب هو على الورق بيبدأ 4-2-3-1 بشكل معتادل نادي الاهلي تتحول الـ 4-1-4-1 مع التقدم عمر السلية اللي رجوعه في المباراة دي كان لو ديانج موجود كان هيبقى فيه بقى مفضلة مين هيبدأ عمر السلية ديانج حمدي فتحي مين الاتنين فيهم اللي هيبدأوا لكن خلاص المؤكد ان تقريبا عمر السلية هو اللي هيبدأ وده بيدي لمحات هجومية اكتر لوسط ملعب النادي الاهلي لان وجود حمدي وديانج اه بيديك صلابة دفاعية كبيرة جدا لكن على نواحة الهجومية عمر السلية هو اكيد اكثر تمييزا من السنائي فعمر السلية هيبقى متواجد افكرتش في اكرم توفيق في الحتة دي هو اكرم احنا لغنى عنه في النادي الاهلي في الظاهير الايمن اعتقد ان حتى مرسل كورر هو لو انت سألته على اكتر لعب انت لفت نظرك من المباراة الاولى هيقولك اكرم توفيق ولو سألته ان انت قبل ما تيجي اللعب ده كمصاب 6 شهور يقولك مستحيل ان يكون اكرم توفيق كمصاب 6 شهور فهو لعب اعتقد لغنى عنه انت تأمن الباكة اليمين باكرم توفيق في الحتة دي بزبط خصوصا الحتة دي بيميل عليها زيزو كتير فوجود اكرم توفيق ما اعتقدش ان في لعب يقدر حاليا في مصر يكون يتفوق على اكرم توفيق في اللجوم انا ان كنت بفضل في البداية افضل الاسماء اللي عندها خبرة بمباراة القمة في النادي الاهلي يعني هتقولي يلعب برونو سافيو ولا افشا هتقولي محمد شريف ولا شدي حسين هقولك محمد شريف لانه سجل في النادي الزمالك ودائما مباراة القمة بالنسبة له بيكون نواة متقلقة بس قد بالك برضو يعني في لعيبة اوقات كتير جدا مطش بحجم مطش وعارف ان الجمهور قد ايه مهمة بالنسبة للمطش بيبقى نوع من انواع الدوافع في جانب عكسي يعني اه الضغط بيبقى جديد ولو شادي مثلا اتيحت ليه انفراضات في مباراة مهمة زي دي وكان فيه لقدر الله تضيع للمفراضات دي ممكن دايه يأثر عليه بالسلب بعد كده فالمباراة دي دايما اقص لحظوا حدين ممكن تكون ولادة نجم جديد للنادي الاهلي لكن في نفس الوقت ممكن تكون ضغط كبير على حتى لعب محترف زي برونو اعتقد انه هو مش هيعارف الأجواء مباراة الاهلي والزمالك فممكن يبقى لي يبقى لي أدوار في الشوت التاني لكن دايما البداية تكون من اللعيبة الخبرة اللي ليها متمرسة أكتر في مباراة القمعية شكل وهيرجع بعد حتى اللي انت عايز تكلف دايما خط النص هو اللي بيحكم سيناريو المباراة وبيحكم مين هيبقى متحكم أكتر في مين هيكون الفعل مين هيكون رد الفعل المواجهة بين خطين النص وخصوصا طبعا خط النص في نادي الاهلي أكتر استقرارا أكتر انسجاما يعني فترات طويلة جدا منتخب وأهلي مع بعض بطولات كتير جدا قبلوا فرق من العارة التقيل جدا 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 تخطوا بكتير يعني مستوى المواجهات المحلية على عكس تماما من الزمالك اللي بيضم مع ناصر جديدة غياب الانسجام غياب التفاهم شايف المواجهة بين خطين النص ازاي خاني طيب النقط وترشيحاتك كمان يعني الأهلي يمكن يكون واضحة في خط النص إزاي مالك توقعتك لي بس أول زمالك ما عندوش الأفضلية بتاعتنا هو يختار لأنه في ظل عدم موجود دونجا اللي بيعاني من أصابة ولستا بيتأهل ما عندوش options كتير يعني روء أو إمام روء أو إمام وزكريا الوردي زكريا الوردي هنا في مشكلة زكريا الوردي بيعمل مستوى كتير جدا بيفقد التمركز كتير جدا في الملعب وعنيف جدا العيب متحرك عنيف جدا آه طبعا هو مش عنيف هو مش عنيف هو تدخلاته متهورة متهورة مش عنيف يعني تدخلاته مش ما تصبش بس هو متهوش وبيفقد التمركز كتير النقطة اللي كان بيقول عليها فاروق فيما يخص الخبرات في الملعب متفق معاه جدا ولكن كان عندي تصور مختلف لو لعب فريرة لو لعب 3-5-2 زي المطش اللي فات لانه ما عندوش إبراهيم أنداي وما عندوش ممكن مصطف أشل بياخد دور في الشغط التاني بس مش يبدأ بي من الأول فلو لعب 3-5-2 بزيزو وسيف الدين الجزيري اللي اتنين مهاجمين صراحة مش زيزو وينج زي ما كنا متعودين عليه هيطر يلعب وراهم بخمسة فهيطر يلعب بالتلاتة اللي هم زكريا الوردي وإمام عشور ووروقة هنا ممكن تستغل فكرة انه زكريا الوردي بيعمل وانه إمام عشور بيروح يبقى وينج رايت عشان يعالج حتة الملعب المايل ده لانه يزيزو بيبقى في الشمال أكتر بان انت تنزل محمد مجدي قفشة في نص الملعب جنب حمدي فتحي بحيث ان انت يبقى عندك وعندك عندك واحد يستغل بتاع نص الملعب وينقل الكورة بشكل سريع لنص ملعب المنافس عشان تستغل المساحات اللي هتتساب وورا زكريا الوردي وورا حمزة المثلوسي زي ما كنت بقول في خط الدفاع فكرة عمر السولية هي فكرة كويسة لتأمين الدفاع خاصة ان عمر السولية عنده كواليتي في ما يخص الباس بيعرفين الملعب بس فكرة ان انت تلعب بلاي ميكر صريح في نص الملعب وقدامه بلاي ميكر برونو سافيو مثلا يعني بكلم على التشكيل حمدي برونو برسي تاولو جاهز او حسين الشحات طاهر في الشمال او عبدالقادر وقدام محمد شريف متفق تماما مع فاروق فيما يخص لا مش شادي في البداية انا شادي بصراحة شادي شايف انه شريف طبعا خبراته في مطش الزمالك سكورر كل حاجة تمام جدا بس شايف شريف بقاله فترة بيعاني من ضغط انه عايز يجيب قول جول عايز يجيب جول فهم ازاي مع اهمية المباراة مع انه فرصت دية في المباراة من النوع ده ممكن تزود الضغوط على شريف شوية فشايف انه لاحظوا حدي يعني لو شفنا ماتش سراميكا هنلاقي في وجود خمس ده لا خليني خطيني حتة حالو خليس ايه ايه المفاجآت اللي ممكن تبقى من بره يعني لو تسألت الناس في الشارع النهاردة تشكيل الزمالك ايه تشكيل الاهلي ايه ما الناس هتقول لك نفس القص ايه اللي ممكن يكون اعطوا ده باكس ايه اللي ممكن يكون مفاجآ من فريرة لكلر ومفاجآ من كولر لفريرة خلينا نقول فريرة لو فكر في مفاجآ انه هو مايلعبش 3-5-2 ويلعب 3-4-3 موجود شيكابالا اعتقد انه هو ممكن في المباراة دي شيكابالا يعني في المباراة دي ممكن يلاقي نفسه او هو بيلاقي نفسه بيقول انه بيلاقي نفسه ضد النادي الاهلي فممكن يبدأ به من البداية وان كنت ارجح ان فريرة تفكيره الدفاعي وتأمينه هيخليه لعب ب5-3-2 مش هيغير لعب ب3-4-3 فديه المفاجآ اللي ممكن تحصل ومش هتحصل من نادي الزمالي مفاجآ اللي ممكن تحصل من نادي الاهلي انا اتمنى يعني اندفاع هجومي من البداية زايد عن الحد ليه لان الزمالي لو ارجعنا للمباراة اللي فاتت هو الخمس مدافعين بطوء ما بيتقدموش فدايما عنده كسافة في منطقة جزاؤه وحاولين منطقة جزاؤه وسط ملعبه والمناطق الهجومية عنده فيها مساحات كبيرة جدا فانت ما يبقاش فيه لقيبة عندك متواجدة في المساحات دي انت مش متستغلها فممكن يتواجد شريف وشادي من اول المباراة انا اعتقد ان دا تفكير ممكن تبقى مفاجأة وهيضغط بي على العمق ادفاع نادي الزمالك وممكن يكون ليها في البداية تأثر على الزمالك وتعمل ربكة لان المطشط دي مهم جدا انت اول عشر يبقى فيه ربكة في الاداية سيبك من الخطة والتاكتك والرصة والجهز الفني خالص انا عايزك تكلمني على الحداشر في مواجهة الحداشر جوة الملعب مين خاف من مين اكتر يعني الحداشر دول وصد الحداشر دول لما ينزلوا الملعب والحاكم نفسه سيصفر في بداية المباراة ما ابتدتش وهم يقفين في الملعب مين خاف من مين اكتر مين عامل حساب بالوقت لا حدش يخاف من التاني لا حدش يخاف من التاني لأهل زمال البطل الدوري الاهلي كسبان او مش خسران على الاقل في الموسم اللي فات ان الزمالك ذهبا وقيابا لا غزر ليش وكبير ف brand ذهبا وقيابا الملعب وشه ج Juda على الاهلي الاهلي خاد عليه اثنين سوبر في مقابل انو الزمالك خسر عليه اثنين سوبر خسر واحد سوبر والثاني كان مش من الزمالك الملعب التاني اللي فالامارات هو الزمالك كانふشه ج spend والذمر ambassadors والذمر Sean ففي صالح الاهلي وعامل نفسيه في صالح الزمالك انت участك بصفتي يعني الناحية المعنوية او النفسية راس براس اكل شوية مع الوضع في الاعتبار ان انا كانت ممكن اقول ان زمالك قد يكون يخاف اكتر شوية بلو كان المسلم اللي فات قبل التدعمات قبل ما نجيب زكريا الوردي قبل ما سيف الدين الجزيري قبل المستوى العظيم ده اي نعم جاب ابراهيم انداي ابراهيم انداي مصاب بس عنده مصطفى الشلبي عنده زكريا الوردي عنده مصطفى الزناري قفل برضو حتى كان في مشكلة في الزمالك في خط الدفاع اتقفلت بمصطفى الزناري قبل ما نجيب عمر جابر عشان نحل مشكلة الباك اليمين قبل ما يبقى عندنا المجموعة المتميزة والفرايتز الكتير اللي موجودة في الزمالك فبالتالي الاهل كان ممكن يبقى كعبوا اعلى شوية نفسيا لو كان الموسم اللي فات الموسم ده ايكل ايكل بالزبط انا بشوف لا انا مش متفق انا يعني من يمكن من حبك وانت انا خالد انا متفق معا افكار التكتكية بصراحة متفق معا لكن ان اي مبارات اهلي وزمالك انا بشوف النادي الاهلي بيخش بيبقى هو المتسيد وهو مع نوياته افضل ودايما دايما حتى لو الزمالك محق بطولات وحتى لو بيجيب او نتائجه كويسة بشوفه دايما في مواطشات الاهلي وزمالك بيبقى فيه ربكة دايما في اول ربع ساعة او تلت ساعة ولو الاهلي في كل مباراة ستغل بداية المبارات القمة اعتقد ان هو هيحسمها بدري زي المباراة بتاع الخماسية الشهيرة الاهلي لازم لازم يخش المباراة بدوافع خسارة لقبين دوري فاته فاعتقد ان الدفع ده الواحده في حد ذاته وخصوصا ان المباراة تقدي الفوز ببطولة فده كاف اللاعبت النادي الاهلي سكور كبير ولا فرق بسيط ولا وقت اضافي ولا ركالات ترجيح ده السؤال انت بتحسبش عليه لانه هادش يقدر يقول لك حاجة لو النادي الاهلي سجل ممكرا ممكن يحصل ربكة اللي انت اتكلمت عليها ان الزمالك ما بقاش عارف هو هيهاجم ولا يدافع فاعتقد ان ساعتها النتيجة تبقى كبيرة صح النادي لكن لو عدى اول نصف ساعة والمباراة لسه سيبقى ويجيب مقفول وهيروح للاخرية طيب عندك تعليق على مطفق طيب اقول مختلف ورده له انا مختلف طيب نروح بقى يعني طبعا حلقة بكرة كلها كلها ماتش السوبر ابعدكم بارقام وبتفاصيل ومتابعة وبنقل مباشر من الامارات عشان نطمن على السعادة الفعلية النهاردة يوم وصول بكرة ان شاء الله تبدأ للسعادة الفعلية لنادي الاهلي ان شاء الله ونكون مع الفريق ومع بحث الى اوحي chart inneدي الاهلي لحظة بلحظة ننقل بقى الملفنا النهاردة قبل من نقل ممكن نقول حاجة أخيرة يالله 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 فيما يخص غير خ Vegas الشيء فيما يخص شادي وشريف عشان اعادت قلبة في دماغي رجعتك في كلام لابس لا مش ما رجعتك فבר الأخير لان�� كنت بتسأل فاروق مايه المفاجئات التي ممكن تتعامل انا شايف حاجة يمكن تتعامل انها تتعمل اربعة اتنين تراتة واحد صحيحة صullenواهيثφوك من عاجبك كريم فؤاد هنا والفكرة فيها ايه انه في الحالة الدفاعية ننقل 442 عشان وجود حمدي فتحي وجود بقافشة كده في عدد اقل من المدافعين ناقص في نص الملعب فكريم يرد فكريم يرد يبقى 442 وفي الحالة دي تلعب بشادي حسين وينجليفت وفي الحالة الدفاعية وشريف راس حربة وفي الحالة الدفاعية اللي اتنين بيخشوا يبقوا اتنين رسح عربة تبقى 442 واستغنى على عبدالقادر لو نزله الشوط التاني عبدالقادر على فكرة معرفش فاروق يتفق معي ولا لا بس فنيا عبدالقادر بيبقى افضل بكتير لما بينزل الشوط التاني مش لما بيبدأ المباراة بيبقى افضل بكتير اهم ورقة ربحة في الاهلي او اهم ورقتين او تلاتة لو عينتوا شايفين ربحة في الاهلي شايف انه كولر يخليه يعني يخلي جمبه ينزل يغير سيناريو ماتش واهم برضو ورقة ربحة فاروق ده انا كنت عايز اقول ان عبدالقادر في الماتش دايب ورقة ربحة الاهلي لان الماتشات الجمهيرية دي اللعيب الحريب فيها بيستنيها خد بالك ان الجمهور في مالي مدرجات بربو دي حاجة هتحصل ده لعيب الحريب بيستنى القهات لما يسمع ان هو يعد من اللاعب والتاني والجماهير صوتها اي جالجة اه طبعا فاكرين الهطة بتاعة عبدالقادر وعلي معلول في ماتش الانجالة في سعودي في المتاع تتمزجه اول مواحد بس ان الجمهور قال اه العدلين بتتمزجه الجابهة دي انا مستنيها في ماتش الزمال الجابهة معلول وعبدالقادر وحتة كريم فؤاد دي انا بشيد جدا بمارس الكولر فيها لان هو ترتيبه الثالث في الظهير الايمن بعد وجود رجوع اكرم ومحمد هاني يعني هو مفنش السيزن اللي فات بمستوى هايل وهو العيب كويس ولعيب صاعد وعنده امكانيات فهو لقى ان هو ممكن ما ياخدش دقايق في مركز الزهير الايمن لازم يوظفه في مركز جديد ودفع به في المركز ده وعلى فكرة مش اول مرة يدفع به في الماتشاط الرسمي كانت اول مرة لكن في المباراة الودية خاد التجربة دي كتير وقال ان هو لعب سريع ينفع يكون جنيح وفعلا نجح في المركز ده طيب نروح 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 للنهاردة بانت الدنيا في يعني وحنا على عتاب بداية او بدأت بالفعل الجولة الخمسة ما قبل الاخيرة في دور المجموعات بانت شكل او ملامح دور الستاشر في دوري الابطال بانت معادة المجموعة المنكوبة اللي احنا بيعني والله لازم ارى ايه بانت منشستر سيتي تقريبا خلاص باريس سان جرمان خلاص تقريبا بردو يوفي تقريبا بردو خلاص بس يوفي خلاص برا مش جوه بريان مدريد اه خلاص اكبر مفاجأة بالنسبة لك يوفي خروج يوفي خروج اليوفي اه 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 مفاجأة كبيرة جدا لانه بنفكة يعني مجموعة سهلة المفروض في مصدي على اليوفي فخروج اليوفي بالشكل ده لأ مش مش مفاجأة بالنسبة لك او كلاب بروش طبعا انا نسيك كلاب بروش اقول لليوفي مفاجأة حزينة ولا مفاجأة سعيدة مفاجأة و خلاص يطل Yani قmittel انا بروش طبعا مفاجأة كبيرة جدا اه اتمنى إلى النهاردى يقدر ان هو يحقق المفاجأة على فكرة مش سامحك على المفاجأة اتمنى ميلان النهاردة يقدر يحقق مش المفاجأة بس يقدر يحقق الصعب في ان هو يفوز هنمشي مجموعة مجموعة ونستعرض مطشاط النهاردة ونشوف رأيكم فيها ايه طيب نبتدي بالجروب ايه طبعا نابولي ليفر بول آيكس جلاسكو نابولي ضمن التأهل خلاص آيكس بسهيئة لي لازم يكسب النهاردة لازم يكسب قدام لفر بول لازم يعود فرق المواجهات المباشرة ولازم يكسب فرق اتنين فرق اتنين بالضبط عشان لو كسب المباراة الأخيرة وتعادله في النقط يبقى الأخضر مع فكرة انه ليفر بول يركز اكتر السيزن ده على المنافسة على تشامبينز ليج لانه حسابات البرمير ليج خلاص صح هو مش بعيدة ولا حاجة يعني الكرة مستحيل في فرق نقط والله يلقى عادي علاقب ولا المربع على اللقب لا مش فصعب قوي هي مفقاش مستحيل طبعا صعبا يعني ممكن افهم معجزة شلسي مع لامبرد و توماس طاخل في تشامبينز ليج تكرر كتشامبينز ليج لكن في بريمير ليج يعني اقول لحيا بالنسبة لليفربول ماتشات دور الأبطال هتبقى مختلفة لان دايما ده ماتش واحد في دور الأبطال ممكن تخش اللعيبة تقدم مية في المية لكن ماتشات المحلية هو الموسم طويل بتخد مباريات كتير فمش وارد ان انت ما تكونش فيه وماك طيب نروح للمجموعة بي في المجموعة بي عندنا بروش طبعا في الصدارة حسم التأهل خلاص مع بورتو وأتلاتكو مادريد بيتنفسه واعتقد بقى ليفركوزن مش بعيد لانه نكامع ست نقاط أربع نقاط ثلاث نقاط بورتو وأتلاتكو مادريد وبقى ليفركوزن واحد منهم عاد من بعيد بورتو عاد من بعيد مكسابين واربعض كان هو متزايل المجموعة قدر يحقق مكسابين واربعض بقى هو في المركز الثاني لكن انا اتمنى التأهل أتلاتكو مادريد بحيث ان الفرقة تبقى الفرقة القوية هالما قدت بورستوش وخروج بورتو وبارليفركوزن وتأهل كلاب بروش ده مفاجأة بردو فجأة كبيرة جدا فالفاروغ يتكلم عنه انه لا يبقى كلاب بروش وبورتو اللي يتأهلوا ونسيه بقى تلاتكو مادريد بره بورتو بطل بردو يا خالد بزمان بطل بطل بردو المجموعة السية عندنا بقى ميونيخ وانتر ميلان 12 و 7 نقاط ثم البرس 4 نقاط وفكتوريا بلزن برسيد 0 من نقاط السيناريو المستحيل لتأهل برشلون موارد؟ لا مستحيل السيناريو الصعب جدا فوز على برمينخ فوز على برمينخ خسارة الانتر المباراتين بدون تحقيق واي نقطة صعب جدا لا لا ليه ليه انت بتكلم على انه خسارة الانتر من فكتوريا بلزن ومكسب هيبقوا متعادلين في النقاط في المواجهات المباشرة يبقى الفالح هو المطش الاولي يخلص واحد والمطش التاني تعادل تعادل فلازم الانتر يخسر ويتعادل وبرشلون يكسب برمينخ يخسر ويتعادل انتر يخسر ويتعادل ليه يخسر ويتعادل يخسر ويتعادل لو خسر ويتعادل لو خسر ويتعادل هيبقى تمانية لو برسا كسب مطشين يبقى عشر اه لا لا ما تمام صح يخسر ويتعادل وارد بقى ده كل شيء وارد وضعب مع برسا في حتة في قلبي هنا كتالونيا في حتة في قلبي برسا طيب نروح للمجموعة دي توترهام ومارسيليا دي المجموعة دي من لخبطها جد توتن هام و مارسيليا و ليشبونا و فرانكفلت توتن هام الأقرب نظرا لتاريخه مارسيليا السندي حلوة مارسيليا السندي فكرنا بمارسيليا بتاع التسانيات مرة تانية بعد بداية سيئة في البطولة حقا انتصارين يعني التقاعة توتن هام و مارسيليا ليشبونا بداية و كانت قوية للمجموعة برضو حقا انتصارين وبعد كده لا المجموعة لسه مفتوحة توتن هام و الوحيد تقدر دمو كده بالضبط نذهب للمجموعة اي تشالسي رادبول ساليسبرغ و دينامو زاغرب و ميلان والنتيجة حاليا واحد سفر لصالح تشالسي واحد سفر لصالح تشالسي في مواجهة ساليسبرغ تشالسي يلعب يلعب يلعطي مع ساليسبرغ والساعة 9 الميلان يلعب دينامو زاغرب مفروض تكسبه بقى ولا ايه النهاردة انا و عندنا دم والله اه اا انا مكسبكم النهاردة و مكسب تشالسي يحطوكم مع تشالسي اول و ثاني اه لو كسبنا اه بالضبط كده يعني شالسي لو كسب يوصل ل 10 الميلان لو كسب يوصل 7 يوصل 7 ويتبقى اول و ثاني يبقى اول و ثاني يبقى افضل ماتش مع ساليسبرغ اللي هو يبقى في المركز الثالي اللي يكسب الماتش داي يتآهل التعادل يأهل ميلان ايقاف تلت نام. لو تالسي خسر. خسر يبعى عشرة. لا. تلت وصل وصل. تلت تلت وصل. لو كسب النهاردة. لا لا. تلت تلت وصل. لو كسب النهاردة. لا تكره. عايز ميلان يكمل ولا يروح يوروبا لي. الاقرب في المجموعة دي. هو تلت سالسبرج. لان المباراة الاخيرة. الاعصاب هتبقى عند ميلان. وعند النشط الخبرات. التي تسمح ان لنستحمل شد العصبي. الاقرب من المجموعة دي. إن شيلسي سالسبورج وميلان تاني تعرف لو ميلان وبرسا راحوا اليوروبا ليج أن اليوروبا ليج هيبقى فيها منشسة اليونايتد وبرشلونا والأرسنل واليوفي والميلان وكلهم ماخدين أرسنل خاد شامبيوز ليج لا أرسنل خادش مخادش لكن اليوروبا وميلان واليوفي والبرسا كلهم أكس شامبيوز ليج المرة اللي فاتت لما كان فاروق بنتكلم فقال لك آه ده هيروح اليوروبا ليه بده هيروح اليوروبا تعالونا بقا يروح معنا ويقول لك يا عيني على الحلوة لما تبقى يروح للمجموعة اللي بعدها مجموعة أف عندنا الريال طبعا الملكي فتأهل خلاص برسيد عشر نقاط لأنه طبعا شختار ورقميا لس حسبيا لس حسبيا لس لو الريال خسر المطشين ولايبزيج وشختار كيزمو ها بس هو هيلعب قريدي مع ريال دمار ريال مدريد عشرة لايبزيج ستة تمام شختار خمسة سلتك باي باي خمسة يعني شختار لسه موجود خاصة أن نخلي بالك أنه فيه إحصائية بتقول أنه تربين حرس مرمى شختار هو أكثر حراس المرمى في البطولة بشكل عام تصديا نحن معنا شوية أرقام برضو مفلقات نخلص المجموعات معنا الجي والآتش نخلصهم مجموعة السبعة والتابنة منشاستر سيتي طبعا المرشح الأول لتحقيق اللقب السنة إن شاء الله عشر نقاط مع بروسيا دورتموند برسيد سبع نقاط في مركز ثاني شبيلية في المجموعات يعني دي خلاص تبقى نحسومة مطش النهاردة لو تعادل اللقب السنة أو هنشوف كرة حلوة أعتقد المباراة تبقى يعني اللقب السنة ممكن التعادل يفيدهم فمش هيبقى فيه اندفاع كبير الموسم مكمل فأعتقد المباراة تبقى يعني يعني ده أنا مستني المطش ده بس دايماً المباراة في دورتموند هيبقى في دورتموند من المطش هيبقى صعب لأن الملعب ليه أقواء خاصة فلازم دورتموند هيبقى حابب يخطف المطش عشان يتأهل أولاً يطلعش تصنيف ثاني نروح لآخر مجموعة عندنا باريس سان جرمان وبنفكة البرتغالي تقريباً تقريباً خلاص هم اللي هيتأهلوا في المجموع دي واليوفي إلى الاوروبا اليوفي عنده بنفكة النهاردة رقمياً لسه موجودة نظرياً صعباً رقمانة هي موجودة اليوفي يكسب المطشين يكسب المطشين منهم باريس سان جرمان وبنفكة يخسر ويخسر بنفكة النهاردة خليني أسأل السؤال الساعة الكلام النهاردة طبعاً التوتر اللي حصل التوتر ده بدل من قبل الموسم مستمر على مدار الموسم بين تنهج وبين كريستانو رونالدو والنهاردة سمعنا على اهتمام نابولي نابولي بيفكر في أنه كريستانو رونالدو ورونالدو بيقول أنه ممكن يا الدحكة دحكة سعادة ولا دحكة خباسة لكن مستعدة تنزل عن جزء هل فيه وارد أنه في انتقالات شتوية كريستانو رونالدو براء ونشوفه في الكلش أو في عودة مرة تانية الوحدة من الفرق الإيطالية وخصصاً مع اهتمام نابولي؟ نابولي صعب لأن نابولي يخلي بالك برضو المركاتو عشرين عشرين في الشتاء المركاتو الشتوي كان نابولي عرض على إبرايموفيتش لو كنا كنا فاكرين أن إبرايموفيتش كان يلعب في الدور الأمريكي وخلاص كان خلاص التعاقد وعايز يرجع أوروبا ثاني ونابولي عرض عليه ورفض وبعدين جاء الميلان الحمد لله نابولي صعب نابولي صعب أقول لك أنا بضحكة دي ليه؟ لأن جاء علينا الوقت اللي نقول كريستانو رونالدو انضمام الفرقة ممكن يأثر عليها بسلب يعني ده ما كانتش تبقى موجودة في الأحلام لكن حاليا فريق نابولي وفريق الجماع الممتاز اللي عمل سبالتي لو دخل عليه لاعب زي كريستانو رونالدو أخذ بالك وجود كريستانو رونالدو في مشكلة أنا شايفها دلوقتي أزمة كبيرة جدا من وجوده في الملعب هو اللعبة كلها ببص على كريستانو رونالدو فده بيخلي مفيش روح جماعية أكتر وتحديداً في مشكلة رونالدو دايماً كان فيه لوم على برونو فرناندز لو موجود كريستانو رونالدو في الملعب هو دايماً تفكيره الباص ليه لكريستانو رونالدو فده بيأثره حتى تنهاج تتكلم عن الموضوع ده وقال إن كريستانو وجوده في الفرقة دلوقتي هو ما قالهاش صراحةً بس هو تتكلم إنه هو نقمة لأن وجود راشفورد في فرقة بيساعده أكتر بيخلي الفرقة جماعية أكتر بيضغط أكتر فكريستانو وصل الزمن إنه هو بقى نتروح نروح لأرقام وأحصايات نتجهزين هل لكم بقى الناس عشاء للشامبينز ليج أرقام وأحصايات بتكشف عن تقلق على مستوى الأفراد أو على مستوى الفرق تعالوا نشوف معاكم ومع خالد ومع فاروق طبعاً 189 جول ده عدد الأهداف اللي تم تسجيلها بمعدل 3 هداف تقريباً في المطش يعني كل 30 دقيقة في مطشات الشامبينز ليج بنشوف هدف الأهداف يا روخ آه نابولي طبعاً الفرقة الممتعة أقوى خط هجوم أقوى خط هجوم وفعلاً عن جدارة ولو رجعنا مين نسجل لنابولي هنلاقي لعبة كتير جداً هو ما عندهمش النجم الواحد باير مينوخ كالعادة هو موجود بسجله الحافل في دور المجموعات بدون هزيمة من سنين كتير جداً ليفربول طبعاً ومان سيتي كان بالنسبة لي مفاجأة أن مان سيتي ما يتواجدش في المقدمة لكن هو معه وده في الدور انجيز الأداف اللي ما بيجيبهش هنا بيجيبه في الدور انجيز بعد كده اللي هو في مجموعة منشستر سيتي وده دليل ان الفرقين التانين في المجموعة هم حلقتين أضعف بكتير من بقى الفرق الدور الأبطال وبعد كده آيكس طبعاً اللي النهاردة هيواجه ليفربول طيب دول الهدفين هدفين البطولة أو أكثر اللعبين إحرازاً للأهداف ويهمنا طبعاً نجمينا صلاح اللي موجود في الصدارة ليفنداوسكي هدفين البطولة المركز الثالث أو الأول مكرر مع صلاح وهلند على الرغم من أن هو أكثر اللعبين تزديداً على المرمى دي إحصائيات تانية أكيد هتنجيبه حداشر تزديداً حداشر محاولة على المرمى دخل منهم خمسة صلاح تسعة محاولات على المرمى دخل منهم خمسة ففيه فعالية هجومية لصلاح أكبر نتمنى أنه يكمل لو طرج ليفنداوسكي من السباق لو استمر الليفر والسيتي يبقى الصراع على لقب الدفقة أقرب ليكون صلاح هلند خاصة أن هلند هلند تمن محاولات من أنهم خمس أهداف صلاح تسعة محاولات من أنهم خمس أهداف نروح بعد كده دي المحاولات على المرمى اللي كان بيكلم عليها خالي بالضبط ليفنداوسكي ده دليل أن ليفنداوسكي في برشلونة كل الفرقة بتخدم على ليفنداوسكي بالضبط وتشتغل عليه وشوفنا أهداف في الليجا تتواصل بلا انقطاع يعني محمد صلاح وده كانت حاجة مميزة في الأداء الفردي لمحمد صلاح أن ليفربول حتى لو مش في أفضل أحواله ومحمد صلاح دايماً بيقدر يسمع الفرص لنفسه وبيقدر يستغل الفرص من الخصوم هلند بقى أنا عايز هنا أقف عند هلند لأن أنا عايز أتكلم في رقم إعجازي للهلند هلند لو الـ XG بتاعه في الدورة الإنجليزية نرجعت له كام؟ 11 هدف وأعتقد 2 من 10 هلند مسجل كام؟ 17 هدف فأعلم الـ XG المتوقع أنه يسجله الهدف المتوقع بناء على الفرص ومش أعلى ده معدي ده معدي بكتير ده مسجل 17 وهو مفروض يسجل 11 فهنا بص من 8-8 ومحاولات مسجل 5 يعني ما نقولش أن الفرقة بقى بتخدم على هنزة ليفندوفسكي لا، هو دايماً بيصنع نفسه وهو دايماً بيسجل من يعني لو لو نفس المعدل بتاع هلند مع ليفندوفسكي كان مفروض مثلاً ليفندوفسكي بسجل 8 أهداف بالظبط وحلند لو قطيحت لي نفس العدد لكن ليفندوفسكي خطير برضي طبعاً بس أنا مش هبطل تسجيل أهداف طيب الإنقاذات أو يعني حراس المرمى بقى وهنا لفت نظري في القايمة أنه غياب الحراس الأسماء الكبير بوس أهو ده مش غريب لأنه كلما مستوى الفرقة ما بيبقى متواضح كلما الحال يدفعه كلما نسبة الوصول للمرمى بتبقى أعلى بالتالي بيبقى قدام الحارس فرصة أنه يظهر أكتر من الحراس الكبار بس مينيولي مثلاً حارس مرمى بروج وهو متصدر مجموعته لكن يعني برضو عدد لي دون طبعاً هنا أنا برضو إنتر تمام خلينا بس فيردا يا خالد دبقى كلامك بتاع آيكس هو ممكن يكون الحارس الأول للمتخب الهندف كاس العالم عن 32 سنة عن 32 سنة تخيل تخيل الحظ التسامله عن 32 سنة نروح ناخد دي دقة التمريرات بالنسبة للفرق غريبة بالنسبة لي أنه ريال يعني ريال طبعاً ريال يبقى ريال لكنه يتفوق على السيتي الحقيقة توني كروس تلسه أقول كده بالربع عليك توني كروس واحد يطلع في كل مراب 90% نسبة تمريرات أنا في ماتش نفسي أفتكر ماتش ايه توني كروس طلع بنسبة تمريرات صحيحة 99% 99% يعني ايه 99% الماني بقى مزبوطة مهندس مساحة او الله يعني أنا بس الإحصائية اللي فاتت دي أنا مستغرب لها الأكريسي دقة التمرير دقة التمرير مستغرب لها في برشلونة برشلونة في الاستحواذ على الكورة هي أعلى فرقة في الاستحواذ في نسبة الاستحواذ ومع ذلك في نسبة دقة التمرير هي في المركز الرابع ده معناه ان هي بتاخد الكورة كتير بس بتفقدها بسهولة جداً لان هي تنزل للمركز الرابع ماشي بتقطع الكورة وتستحوذ عليها بس بتفقدها بسهولة ودي مشكلة كبيرة جداً في ما يخص في 30 ثانية في 30 ثانية أنا محب 30 ثانية 15 و 15 شوف ايه النهاردة وتشوف ايه بكرا هتشوف ايه النهاردة وتشوف ايه بكرا مش فاكرة ما تشط بكرا والنهاردة تفرج على ميلاد بكرا أنا النهاردة في الجو دعوة المرجع أكيد مش هلحق مش هلحق مش هلحق مش هلحق في بوكين بكرة دورتوا الدنيا شكرا لك وخالد عمر وفاروق عسام دورتوا الدنيا وشرفتونا في السادسة بنسعب لكم دايما والمرة جاء إن شاء الله تقول لنا بدري بشكر حضركم على المتابعة بكرة حلقة خاصة جدا في السادسة عن كل ما يتعلق بالسوبر المنتظر الكاسيكو الكرة العربية والإفريقية الأهلي والزمالك كل التفاصيل ومتابعة البعثة الأهلي في الإمراض هتكون حضرة معنا في حلقة بكرة استنونا شكرا للمتابعة وتحياتي لكم